اخواني اخواتي السلام عليكم. هذا هو زابد البحر. زابد البحر فهو من مصانع الكيميائية للبحر. انه واحد المادة تخرج من ما يقع من 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 تفاعلات الميكانيكية والكيميائية مع التحالب البحرية والكائنات آآ البحرية من التحالب. فهو يحتوي على عدة مواد كيميائية ومركبات. وفوائده كثيرة. من بينها اما النمش. يفيد فيه علاج النمش. لكلف. تجاعيد. يفيد فيه علاج يعني تراهلات الجسم. ويفيد فيه علاج يعني آآ 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 البشرة. مشاكل البشرة. التعلابة والبهاق والجرب. يستعمل مع مع الورد. ولكن يستعمل هذا الزبد في يعني طرق عشوائياري انه قد يكون بالعكش قد يكون مدير. ان هاد الامور آآ من دوي يستعمل هذا والتخصص في العلاج طبيعي او تجميلي. يفيد فيه علاج الشعر. وتنعمه. يفيد فيه تكبير تاضي وتكبير الصدر. ويفيد ايضا فيه تكبير آآ تدخيم القذيب. في دخامات القذيب. فذكره هذا القوية القذيب. ذكره السيوطي آآ في كتابه في هذا الباب. ويفيد فيه طبيعي دي الأسنان. ويعني آآ لا انصحه يعني لا انصحه يعني آآ الناس باستعمال هاد النبات بطرق عشوائية. يفيد في عشر عسر البول وآآ مشاكل ارتحال وحصر متانة. ويقوي جنسي مقوي جنسي ويزيد في لدات جنسية مع اضافة بعد الدهون وبعد زيوت. ولا انصحه اي شخص باستعمال هذا بطرق عشوائية. يجب ان يستعمل من قبل ناس متخصصين في تركيب المواد الكيميائية والعشبية في التجميل. السلام عليكم.